اشتركوا في القناة في الدرس الماضي لماذا ندرس القواعد الأربع بسم الله الرحمن الرحيم وذكرنا كيفية الرد على الشبه وطريقة السلف في ترك السماع إلى الشبه وذكرنا أن القواعد الأربع هي الخلاصة لكتاب كشف الشبهات وقلنا أن الأصل الإنسان يبدأ بالمختصرات قبل المطولات وهذا الكتاب يحتوي على ثلاثة أقسام المقدمة وفيها عنوان السعادة لماذا ندرس التوحيد والقواعد الأربع ذكرنا أن نبدأ بالبسملة والدعاء للطالب وعنوان السعادة ثلاثة أشياء في السراء شاكر وفي الظراء صابر وعند المعصية مستغفر وذكرنا أن النعمة ابتلاء اختبار امتحالك كيف تنجح ون تنجح بأمرين قبل تعلق بالله قبل النعمة بعد النعمة تشكر النعمة بالقلب واللسان والجوارح نعم وذكرنا أن الناس عند المصيبة عند الابتلاء انقسموا إلى أربعة أقسام نعم متسخط وصابر وراضي وشاكر وقلنا ليس الإشكال في أن الإنسان يذنب كل بني آدم خطأ لكن الإشكال في أن الإنسان يذنب ولا يستغفر هذا القسم الأول القسم الثاني لماذا ندرس التوحيد وهذا تقدم معنا العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة إلا موحد حتى لا نقع في الشرك 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 إذا دخل في العبادة أفسد الآن أنت تصلي عندما تصلي تحرص أنه ما يخرج منك ريح صحيح؟ لماذا؟ حتى لا تكون الصلاة باطلة أخطر من هذا الشرك إذا لابد تحافظ على العبادة بأن لا يدخل إليها الشرك الذي يصيد السمك يضع شبكة أو هذه السنارة يصيد بها السمك الشيطان يضع مثل هذه الشبكة الشبكة الشرك يصطاد الناس به الشيطان يضع أيضا نت الشرك نعوذ بالله منه دائما تستعيذ بالله من الشيطان لأن عدوك هذا لابد أن تنتبه لهذا العدو لا تغفل عنه القواعد الأربع القسم الأخير ثم الثلاثة والأخير يتحدث عن أخير القاعد الأولى أو الشبه الأولى أو يمكننا أن نقول الشبهة الأولى ما هي الشبهة عندهم؟ يقول نحن نقول أن الله هو الخالق والرازق والمحي والمميت والمدبر نقول هذا توحيد ربوبية فقط وهذا التوحيد قربه الكفار الذين بعد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم and this level of توحيد even the non-Muslims to whom the Prophet صلى الله عليه وسلم was sent they used to admit لا يكفي وحده and this in of itself is not sufficient لابد أن نفرد الله بنوع التوحيد الثلاثة بعضهم يقول أنا أصلي لله وأصوم لله طيب هل تدعو مرة واحدة غير الله؟ إذا قال نعم نقول أنت مثل الكفار الذين بعد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هل الكفار الذين بعد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان لديهم شيء من العبادة لله؟ نعم the kufar to whom the Prophet صلى الله عليه وسلم was sent did they also have عبادات acts of worship؟ نعم قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم الله سبحانه وتعالى حتى تكون العبادات كلها لله سبحانه وتعالى and the Prophet صلى الله عليه وسلم he strived against them and Allah سبحانه وتعالى he condemned them why? so that every act of worship of these could be for the sake of Allah لأن بعض الناس يقول أنا أصلي لله because some people they say but I pray salah for Allah أنا أقول إن الله هو الخالق and I say that Allah is the creator هو المنفرد بالتوحيد الربوبي and that he is the only one he is the one we single out with التوحيد الربوبي نقول لابد أن نفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة العبادات لابد كلها تكون لله and we reply that you have to single out Allah with every type of توحيد every act of عبادة has to be for Allah alone نعم إذن هذا أمر مهم جدا so this is something which is very important أن الإشكال مع هؤلاء معها الشبه في توحيد العبادة we have to understand that our point of contention with those people is with regards توحيد الألوهية توحيد العبادة إذن أكثر الشبه في كشف الشبهات تحت هذا الأمر and so if you read كشف الشبهات you will see that the majority of the doubts which the author speaks about are in this area with regards توحيد العبادة نعم إذن الخلل أكثر ما يكون عند الناس ليس في توحيد الربوبي في توحيد العبادة في إفراد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة and this reason you'll see that the majority of such people their deficiency is not in توحيد الربوبي but it is in توحيد العبادة singing out Allah in عبادة طيب يقول لك في كشف الشبهات in كشف الشبهات it says يقول أن الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين أتبع مسيلم الكذاب كان يصلون that those people whom أبو بكر رضي الله عنه who he fought ويصومون the followers of مسيلمة and they were the مرتدين the apostates those people they used to pray salah they used to fast نعم وقاتلهم لماذا and yet why did أبو بكر رضي الله عنه fight them لأنه أبو بكر رضي الله عنه أراد أن يقاتل المرتدين قال له بعض الناس قال أتقاتلهم يشهد أن لا إله إلا الله نعم when أبو بكر رضي الله عنه intended fight them some of the people said to him that do you fight these people while they are bearing witness there is no deity worthy of worship except Allah وقاتل من يمنع وقاتل من يمنع الزكاة مع أنهم يشهد أن لا إله إلا الله and also أبو بكر رضي الله عنه he fought those people who refused to pay زكاة even though they used to also bear witness فاحتج أبو بكر رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم and so أبو بكر رضي الله عنه he justified his decision by the statement of the prophet صلى الله عليه وسلم إلا بحقها يعني لا إله إلا الله لابد من يقول لا إله إلا الله أن يؤدي هذه الحقوق لو منع حق إذن هذا معنى أنه لم يشهد أن لا إله إلا الله أبو بكر رضي الله عنه he justified his decision using the hadith of the prophet صلى الله عليه وسلم إلا بحقها meaning لا يحل دم ممر المسلمين لا لا تذكر هذا نعم يعني مثلا يشهد لا إله إلا الله لكن مرة واحدة في حياته يدعو صاحب قبر إذن هو لم يؤدي حق لا إله إلا الله هذا كافر نصر عافل السلام نعم لكن نحن قلنا لا نكفر نحن نحذر نحذر ونحذر من الشرك نعم إلا بحقها يعني يصلي 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 يصوم يتصدق تنفع والله لا تنفع نحن نحذر من الشبهات تمام and one of the doubts that is mentioned and replied to in a Kashwa Shubahat is that those people say that Abu Bakr radiallahu anhu only fought those people because they elevated Musaylimah to the level of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and this is what led to Abu Bakr radiallahu anhu fighting those people نقول هذا المطلوب مبتاز هذا الكلام تمام استمر شيء نقول هذا المطلوب أنكم تقولوا أن من رفع إنسان مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن الرسول هذا يكفر كفر أكبر هذا الكلام والإقرار منكم من أجمل ما يكون من رفع إنسان مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم يكفر كفر أكبر كيف بمن رفع إنسان مرتبة جبار السموات الأرض لا يكفر هذا من باب أولى مفهوم يا أخي لأنهم هم يرفعوا بعض الأولياء والصالحين مرتبة رب السماوات والأرض نعم so those people they doubt is that the only reason why Abu Bakr رضي الله عنه fought those people is because they elevated Musaylimah to the status of the Prophet صلى الله عليه وسلم and it was this which caused Abu Bakr رضي الله عنه to fight them we say that this is excellent that this understanding of yours it makes sense that if a person elevates another person to the level of the Prophet صلى الله عليه وسلم then he has fallen into Kufrun Akbar major disbelief and he has left the fold of Islam and therefore a person who raises another person to the level of Allah سبحانه وتعالى has also fallen into Kufrun Akbar and he has disbelieved and fallen out of the fold of Islam because Allah سبحانه he is القهار الجبار he is the supreme and he is the one who has overpowered and overcomes everything else نعم لابد نفهم هذه القاعدة so we have to understand this principle أن من يرفع إنسان ويقول أن إنسان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يكون رسول أو نبي هذا يكفر كفر أكبر طيب من يرفع إنسان مرتبة الله سبحانه وتعالى ما يكفر هذا مبابي أولى مفهوم so we have to understand this principle that after the death of the Prophet صلى الله عليه وسلم if a person raises another being and equates him to the level of the Prophet صلى الله عليه وسلم and this is Kufrun Akbar then more so if a person raises a being and equates him to Allah سبحانه وتعالى سعد جماعة من الناس جبل a group of people they climb the mountain بعضهم وصل إلى القمة والآخر يمشي and some of them reached the summit and others were still trying من الذين وصلوا إلى القمة رجل and from amongst those people who reached the summit or the peak of the mountain was the man تعثر وسقط who slipped and fell عندما يسقط ينادي من عند الشدة ينادي من in difficulties who do they call out to الله سبحانه وتعالى صحيح فهذا عندما سقط نادى الولي عبد القادر normally a person would call out to Allah سبحانه وتعالى this is who you call out to but this person whilst he was falling he called out to a wali عبد القادر الجلاني قلت عبد القادر نعم قلت عبد القادر فقط نعم عبد القادر نعم أنت من عندك زيادة جلان تمام ف عندما سقط يعني حتى كفار مكة ما كان يصنع هذا عند الشدة هنا دون الله نعم فنادى عبد القادر فانتبه وامسكه سبحان الله كان من الأناس الذين خلفه الرجل اسم عبد القادر فانتبه وامسكه لأنه قال عبد القادر هذا انتبه وامسكه حتى لا يسقط نعم So when this person was falling and he was calling out to عبد القادر one of those who was behind him still climbing his name was عبد القادر so when he hold when he when he heard him shouting out عبد القادر he paid attention and he was able to grab him فامسكه and he held on to him قال أنت تناديني and he said were you calling me عبد القادر قال لا ونادي الولي عبد القادر he said no I was calling upon the wali عبد القادر قال اذهب إلي he dropped him and he said well go to عبد القادر now مفهوم السيد نحن الآن قواعد مع كشف شبهات so now we're explaining القواعد الأربع with a mention of كشف شبهات تقول السيد كذا قول قولهم السيد السيد البدوي السيدة زينب السيدة التجاني كذا عندهم ما معناه مفهوم هم يقولوا السيدة زينب السيدة التجاني صح السيدة عبدالله والسيدة عبد القادر ما معنى هذا هذه شبهات لا ما معنى سيدة عبد القادر سيدة عبدالله السيدة زينب السيدة الحسين ما معنى هذا so those people when they use the term السيدة أو السيدة they say for example السيدة عبد القادر أو السيدة زينب this term which they give this honorific title السيد what does it mean what do they intend ليس كما اقول يعني مثلا السيد أبو العباس لا فرق مفهوم نعم 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 لذا هناك مختلفة عندما نقول السيد فلان يعني مستر فلان نعم مستر عندما نقول السيد فلان نحن نقول مستر سوانسو لكن لا ليس مثله عندما نقول السيد سوانسو يعني شيئا لا فرق هناك مختلفة بين ما نقول هذا السيد يعني احترام فقط أستاذ دكتور مثلا نعم شيخ نعم عندما نقول السيد في نفسنا نعلم خاصة كما تقول أستاذ أو سيد أو شيخ أو دكتور هو خاصة خاصة السيد الحسين والسيدة زينة والسيدة عبدالقادر أو كذا هذا معناه الذي يقصد عند الحوائج من دون الله يعني شرك أكبر معنى السيد هنا الذي يقصد عند الحوائج من دون الله يعني الشرك الأكبر but those people when they say السيد حسين or السيدة عبدالقادر or they say السيدة زينب what they mean by السيد أي that this is the person who we should seek out and invoke when we are going through distress and when we are going through difficulties and this is شرك أكبر by which a person leaves the fold of Islam قول سيد يعني مقصود عند الحوائج so the meaning of the title سيد according to what these people use is either one who is desired and sought out during difficulties هذه الشبهة so this is another doubt ما هي what's the doubt عند كفار مكة يسمو إله يسمو إله يعني مقصود عند الحوائج لا يخلق ولا يرزق يدعى غيروا الإله وضعوا مكان الإله السيد شيء واحد نعم so this is another doubt that is mentioned that the كفار of مكة the مشركون from مكة when they used to refer to their deities they used to use the word إله meaning God they used to use this word إله referring to their false deities however these people today the same concept of taking a deity that they invoke besides الله instead of using the word إله they'll use the word سيد but the intent is the same نعم هم كانوا يسمو الأصنام آله so those people the Quraysh of مكة they used to call their idols كانوا يعتقدوا أنها لا تخلق ولا ترزق and they used to believe that these false deities or gods that they do not create neither do they neither do they sustain لكن تقصد عند الحواعج but they should be invoked طيب غيروا إله وقالوا سيد تجاني but these people all they did was instead of entitling them as إله as a god or false deity they call him they call him a سيد like a سيد التجاني يخلق يرزق لا يقصد عند الحواعج يعني شرك أكبر نفس لا نفسه لا يتغير and if you ask them about their سيد that does he create does he sustain their soul they say no he does not create he does not sustain but should he be invoked at certain times yes and therefore there is no difference between both of these acts of shirk تمام القاعدة الثانية and then we come to the second principle أو الشبه الثانية or we could say a second doubt بعض الناس يقول أنهم لا يعبدوا هؤلاء and the second doubt is that some of those people will say that we are not worshipping them ما يعبدوهم we're not worshipping them نقول أنت لم تفهم العبادة our reply is that you have not understood the concept of عبادة ما هي العبادة what is عبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه عبادة is a comprehensive term referring to everything which Allah loves and is pleased with من الأقوال from statements والأفعال and actions الظاهرة والباطن apparent or concealed الظاهرة والباطن الظاهرة مثل الصلاة الباطن مثل الخوف الرجاء التوكل so apparent actions like الصلاة concealed acts of عبادة like الخوف fear and الرجاء hope and التوكل dependence and reliance فنقول لها أولا so we say to those people كيف تقول لها أنه لا يعبدهم هو يعبدهم هو يخاف منهم we say to those people how do you justify your actions that you are not worshipping them you are worshipping them كل هذا عبادة your fear of them and your reliance upon them all of this is عبادة لو أشرك مرة واحدة and if a person falls into a single instance of shirk لو قرب لغير الله حتى ذبابة shirk أكبر if a person slaughtered even a fly to other than Allah this is shirk أكبر قال لا يقول أنه مذنب إنسان مذنب عنده ذنوب if there is a person who has sins طيب ماذا تصنع what should he do قال أذهب إلى الصالحين إلى أصحاب القبور حتى يشفعوا لي عند الله if there is a person who is sinning what should you do they'll say go to a righteous person go to the grave of the righteous person so that that righteous person can intercede on your behalf with Allah يقول هذا ليس بشرك and he'll say that this is not shirk يقول سبحان الله هذا الذي كان يصنع الكفار we say سبحان الله this was the very shirk of the kuffar of Quraysh كفار Quraysh كان يقول ما نعبدهم ما يريدوا يعبدهم فقط يقربهم إلى الله الزلفة the kuffar of Quraysh would mention as Allah سبحانه mentions in the Quran that they would say we do not worship them rather we only seek a closeness to Allah through them الشفاء ما تطلب الله من الله so شفاء is only sought from Allah القرب ما تطلب الله من الله هؤلاء لا يقرب ولا يبعد and those people the inhabitants of the grave they can neither take you closer to Allah neither can they distance you from Allah حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة رضي الله عنها لا أغني عنك من الله شيئا even the prophet صلى الله عليه وسلم he said to his daughter فاطمة رضي الله عنها I cannot avail you in any way الله سبحانه وتعالى لم يجعل بينه وبين العباد وسطا شفاء الله سبحانه has not placed between him and between his people people in the middle who intercede وهذا من نعم الله and this is from the blessing of Allah ما تتذلل لمخلوق such that you don't lower yourself in front of creation تتذلل لمخلوق تكون في الذل دائما because if you lower yourself to creation you will remain in humiliation تتذلل إلى الله عز رفع لك and yet if you lower yourself to Allah you will be honored and elevated إذن هذا أكبر مشكلة أيضا عندهم يظن أن طلب الشفاء طلب الدعاء من هؤلاء ليست شرك وهذه هي الشرك الأكبر الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من كفار مكة so this is another big doubt which those people have that they think seeking closeness through the disease or seeking an incision through the disease to Allah that this is not شرك and rather this was the very شرك of the early مشركين amongst the Quraish القاعدة الثالثة and then the third principle or shubha or doubt نعم or shubha the third doubt يقول أنتم they say that you تذكر هذه الأدلة هذه الأدلة نزلت في من يعبد الأصنام وهذا الآن الذي يفعل هؤلاء هم ما يعبد الأصنام هم يعبد أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام يعبد ملائك يعبد أولياء يعبد صالحين يعبد أحجار وأشجار كيف تجعل الأدلة التي نزلت في الأصنام تنطبق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام the third doubt is that these ayat and these evidences which you are utilizing against us how can you utilize these ayat and these evidences against us because these ayat they talk about people who used to worship idols as for us we don't invoke the idols we invoke the prophets and the messengers and the awliya and the righteous and the angels so how do you implement those evidences against us نقول آيات كثيرة وأحاديث كثيرة في أن الله كفر من يعبد الأصنام we say that there are many آيات and many evidences in which Allah سبحانه he considers those who he makes a judgment upon those who worship the idols to be kuffar الأحجار والأشجار and similarly those who invoke stones and trees الشمس القمر the sun and the moon الصالحين the righteous الأولياء الأولياء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى عيسى عليه الصلاة والسلام and similarly those who invoke the prophets and messengers and even عيسى عليه السلام الملائك عليهم السلام and the angels الله سبحانه وتعالى لم يفرق بين الشرك وشرك كل شرك يعبد صالحين يعبد أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام يعبد أحجار واشجار يعبد أصنام كل هذا شرق أمر الله بعباده قال وعبد الله ولا تشرك به شيئا شيئا يعم كل ما يشرك به من دون الله نبي أو ولي أو جن أو صالح أو ما لك وغيره and الله سبحانه in the Quran he does not differentiate between one type of shirk and another type of shirk he does not differentiate between a person who invokes an idol and the one who invokes a righteous person or a wali or a prophet or a messenger rather all of this is shirk because shirk is shirk and الله سبحانه he orders the people to worship him alone and ولا تشركو به شيئا and they should not ascribe or they should not direct an act of worship to anything else and this شيئا do not ascribe a partner or do not direct worship to anything else then this comes in the form of being a nakira meaning it's indefinite and therefore it applies to every type of shirk نعم القاعد الرابع والأخير and then the fourth and last principle or shubha or doubt نقول لهم اتقوا الله that we say to them fear الله الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان لديهم شرك في السراء في الرخاء أما في الظراء يلتجؤون إلى الله هذا الكفار وأهل الشرك في زمان من الصلاة والسلامة شركهم في الظراء وفي السراء فإذا كان الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عندهم تستطيع تقول شرك في موضع وتوحيد في موضع وكفرهم الله لحتى يكون التوحيد في كل الأحوال وأهل الشرك في زمان شركهم في السراء إذن كفار من باب عول وكفرهم في موضع 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 نعم الفرق الثاني هذا فرق أول بين أهل الشرك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الشرك في زماننا So this was or this is the first difference between the people of shirk during the time of the Prophet صلى الله عليه وسلم and the people of shirk today A second difference أن أهل الشرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الشرك عندهم بمن لا يعص الله أحجار وأحجار لا تعص الله صالحين أنبياء ورسل ملائكة عليه وسلم لكن أهل الشرك في زماننا يشركون بأناس هم يحكوا عنهم يحكوا عن أولياء عندهم أولياء الشيطان يحكوا عنهم الفجور وأرتكاب الفواحج ومخالفة الشرع فالذي يعتقد في الصالح يكفر والذي يعتقد في الطالح لا يكفر من بابه أولا يكفر نعم and the second difference between the people of shirk in the early times during the time of the prophet صلى الله عليه وسلم and the people of shirk today is that the people of shirk during the time of the prophet صلى الله عليه وسلم they used to invoke those people who did not use to sin stones do not sin the righteous people the أولياء the angels the prophets and the messengers they were those people whom they used to invoke and yet الله سبحانه called it kufr and al-shirk and nowadays the people of shirk they are invoking those people who they themselves narrate and they themselves mention that they are clearly disobedient and they commit فاحشة immoral acts and they oppose the sharia and they disobey Allah and therefore if invoking those people who are righteous people the صلىحين and the أولياء and the prophets and the messengers and the angels if this is shirk then من بابه أولا invoking the people of disobedience and فاحشة and sinning of course it is shirk and kufr سبحان الله كيف هذا الذي تشاهد عنه وتشهد عليه بالكفر والضلال يُعبد من دون الله سبحان الله how can it be that those people who you yourselves admit and you witness committing acts of sinning and misguidance how can they be objects whom you invoke والله عُبِد من دون الله الكفار حتى ليس من أولياء الرحمن من أولياء الشيطان بل عُبِد أكرمكم الله حتى الكلاب والحمير سبحان الله with some of the people today never mind invoking Muslims they even invoke non-Muslims in fact it has reached that some of them have even invoked dogs and donkeys يُحَجِّل بعض القبور والله أكثر ممن يحجل بيت الله الحرام and some people they take a pilgrimage to the graves more than they would take a pilgrimage to بيت الله الحرام كان رجل أكرمكم الله في القديم قبل تأتي السيارات كان لدي يعني يعمل عنده حمار أكرمكم الله يساعده نعم a person and this was before the invention of cars he used to work and he used to have a donkey هذا يعني خدم هذا الرجل سنين طويلة ثم مات أكرمكم الله الحمار and this donkey أكرمكم الله this donkey was utilized by the person for many years and then the donkey died فقال هذا الرجل أنا لا أترك هذا أكرمكم الله الحمار تأكلوا الكلاب أخذوا في أطراف القرية وحفر حفر حفر وضع وضع عليه الترب and then the man said that I'm not going to abandon this donkey like this so he took him to the edge of the village and then he dug a grave and then he buried the donkey in the grave ورجع إلى البيت ونام متعب and then the man he returned back home and he went to sleep because he was tired خرج رجل من أهل القرية and then a person from amongst the residents of the village ورأى هذا القبر في أطراف القرية and he saw this grave on the edge of this village راجع إلى أهل القرية he then went back to the village قال يا أيها الناس هلموا تعالوا إلى ماذا where قَالْ رَجُلُ الصَّالِحْ دَفَنَتْهُ الْمَلَائِكَ بِلَيْلِ he said come when they asked him where should we go he said come to this grave because this is a righteous person who was buried by the angels at night وَأَخَذْ يُطُفُونَ and then they began to make tawaf around the grave وَيَذْبَحُوا and slaughter for the grave وَيَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ and invoke him besides Allah استيقظ صاحب كرمكم الله الحمار and then the one who had buried his donkey at night he woke up ما وجد أحد في القرية and he found nobody in the village خرج يبحث and he then began to search for the people وجدهم عند القبر and he found those people at the side of the grave قال ماذا تصنعوا and he said to them what are you doing قال تعال رجل صالح دفلته الملاعكة بليل they said come this is the grave of a righteous man who was buried at night by the angels قال هذا حماري he said this is my donkey كيف نعبد الأمواد how can we worship and invoke those who are deceased الجيف الجيف جيف نتنا and this is a corpse and how can we worship a corpse تعبد هؤلاء وتترك عبادة الله سبحانه وتعالى you are worshipping these and you are abandoning the worship of Allah يعبد الولي ويطلب منه الشفاء وهذا الولي مات مريضا والله they invoke a wali and they hope from him intercession and yet the wali himself he died because of an illness لو استطاع ينفع نفسه هذا الولي and had this wali been able to benefit in any way he would have first benefited his own self لو استطيع ينفع نفسه كما مات كان فوق الأرض ليس تحت الأرض and if this wali was able to benefit and answer your supplications he would not be under the ground he'd be living above the ground عندما تنظر الأهل الباطر تنظر إليهم من وجهي so when you look at the people of falsehood you look at them from two angles وجه تحمد الله تقول يا رب لك الحمد from one angle that you praise الله and you say الله I praise you يا رب هذا من توفيقك من نعمك علي هذا ليس بجد you say oh الله this is from your guidance to me نعم الثاني لابد تنكر عليهم لكن بالسنة and then the second angle at which you look at the people of falsehood is that you have to forbid them but you have to forbid them according to the way of the sunnah نعم الآن أدخلنا لكم شرح القواعد مع كشف الشبهات so now we have explained to you some of كشف الشبهات along with some of القواعد لكن أهم شيء عندنا الأول ما هو وهو أننا نغلق كل الشبه نعم but the most important the most important advice that we have is that we prevent any doubt reaching us we close the door to any doubt يقول محمد بن عبدالوهاب رحم الله محمد بن عبدالوهاب رحم الله said العامي من أهل السنة الواحد يغلب ألف من هؤلاء المحمد بن عبدالوهاب رحم الله he said that a common average Muslim from amongst the people of the sunnah will overpower a thousand of those people كيف how بالتوحيد firstly through التوحيد بأن يتعلم عقيدة صحيحة because he's learning the character عقيدة لا شبه he does not learn the doubts يغلق هذا الباب and he closes the doubts he closes the doors of the doubts تغلبهم and by this you're able to overpower them وَتَقُلْ هَذَا لَا عَرِفُهُ الشُّبَح وَلَا أَسْمَعْهَا وَلَا عَرْفَ الرَّدْ عَلَيْهَا and if a doubt comes to you you say I don't know the doubt neither do I listen to the doubt and neither do I reply to the doubt وَلَا نَعْبُدْ إِلَّ اللَّهِ and we only worship الله وَلَا نَدْعُ إِلَّ اللَّهِ and we do not inscribe worship وَلَا نَطْلُبَ الشَّفَاعَ مِنَ أَحَدٍ إِلَّهِ وَلَا نَطْلُبَ الشَّفَاعَ مِنَ أَحَدٍ إِلَّا مِنَ اللَّهِ and we do not seek intercession from anybody else besides Allah وَلَا يُمْكِنْ لِأَحَدٍ يُقَرِّبْنَ أَبْعِدٍ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعْلِ and there's nobody who has the ability to bring us closer therefore they should not be worshipped and they were messengers of Allah and they should not be denied وَلَا يَمْكِنْ نَصْنَعَ الْأَشْيَا لَتَكَانِ يَصْنَعَ الْكُفَّارِ and that it's not permitted us for us to do those actions that the kuffar do لا نخاف من أصحاب القبور كما نخاف من الله and that we are not fearful from the disease like we are fearful of Allah وَنَدْعُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَي نُثَبِّتْنَا and also that a person supplicates to Allah that Allah makes him firm وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَمْحَمَّدُ وَاللَّهُ صَحْبُهُ سَلَّمُ جَزَاكُمْ وَاللَّهُ خَيْرًا عشر دَقَائِقْ تَكْتُبُوا القَوَاعِدَ الْأَرْبِعُ وَمَا تَفَرَّعَ عَنْهَا في كَشْفَ الشُبُهَاتِ 10 minutes break inshallah and if you in this break if you could write down the four principles which we mentioned and then the other subsidiary doubts from کشف الشُبَهَات so the sheikh in the lesson he mentioned a qaida from al-qaida al-arba and then he mentioned certain doubts which are connected to it from kashfashubahat if you could mention that down شرب الماء بهذه فيها شكال نعم وكل uh drinking water من القارورة من هذا هذا الشكل نعم drinking water from this there's a problem with it لماذا why لأنه يشرب الآن ويدخل الهواء في الداخل because when you're drinking you're drinking along with the air which is entering هذا هذا يعني حتى الأطباء يمنعوا هذا أنه تعب نعم and even the doctors they uh forbid this ماذا تصنع so then how افتحك هذا it's better to open the bottle لا تستعمل هذا don't use these these lids أو حتى لو استعملت هذا ابعد عن فيك لا لا تجعلوا هكذا في الداخل يدخل الهواء لازم تجعل مكان للنفس خارج ليس داخل القارورة لازم تجعل مكان للنفس خارج لازم تجعل مكان للنفس خارج ثم ثم يتجعل الهواء ومكان للنفس خارج من الداخل تمام افتحك هذا أو اشرب نعم والله لا نأخذ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر